عينين غارقتين في الدموع تربط هذه الأم المكلومة على جرح قلبها وتتحدث عن الألم الذي يعتصر فؤادها ثم تعود لتبتسم راضية بما كتبه القدر لعائلتها بعد أن ودعت نجليها محمد ونور الدين غنيم شهداء وزفتهم إلى حور العين خلال مجزرة مخيم جين الأخيرة الله يرحمهم أول شيء والله إن شاء الله تقبلهم شهداء يا رب ومبروكة عليهن الشهادة يا الله أكيد تركوا فراغ كبير يعني عندي نور رايح جاي بمزح لأخواته لأخته لصغيري شو بدك شو عجب لك ومحمد كمان نفس الشي يوم ما شو بدك شو ما بدك بجب لك بقول له دير بالك عحالك يقول لي ما تخافي فيش إش علينا ولا في إشي عادي شو الحياة هاي ولا إشي عادي يعني هني بقوله لآخري أحسن الجني أحسن أقول هن ما تتمزحوا معي أنتو كنكم بتمزحوا معي ما كنت أصدق يعني يقول والله نيال اللي بيموت حدا بيموت شهيد نيال ومات شهيد يالله بكرة إمي أنت كمان بدك تصير تبكى علينا هيك وهيك أقول هن آه أسكتوا ما حدا يحكي هذا الحكي بديش حدا يحكي قدامي هذا الحكي أفكر كله مزح يعني ما كنت أعرف أنه كانين نوين يعني أن هن حبين الشهادة هن كتير حبوها والحمد لله الحمد لله مبروك عليهم تجلس الخمسينية أم شاد غنين في غرفتيهما يغالبها التعب والحزن ولا تقوى على الكلام وتقلب صورهم ترة وترة أخرى تستذكر لحظات الفرح والكلمات الأخيرة التي كان يرددها نجلها الشهيد نور على مسامع أشقائه ويوصيهم فيها على رعاية والدتهم يعني هاي غرفة نور يعني بس أفوت عليها بقول غرفة نور بعدني يعني فوتوا على غرفة نور جبوا لي من غرفة نور أول لك أي شيء ما قدرتش كنت أفوت هون على الغرفة بعدين شوية شوية أنت صرت أقدرت أفوت أي شيء بدنا أياه بجيبوا من غرفة نور غرفة نور هيك يعني هاي طول نهار حتى باجي بدأ نادع على أخوه أمين بقول لي النور بنادي على نور مثلا تعود يلا حطي غدا لأخوتك لبنتي بحكي لها بقولها يلا نادلة أمين ونور يعني تطلع مني أقولك تطلع يعني الحمد لله وهاي غرفة نور مش يعني قبل أربع سنين برضو اتطبشت اجوا اعتكلوا أخوهن أحمد وفاتوا هاي الغرفة وطبشت كلها كل ما أحكي له بنا جيب لك غرفة جديدة بنا جيب لك غرفة قولي لا ولا بتقلب عليها خليها زي ما هي بدناش غرفة أم شادي تقول أن الكلمات لا تسعفها للتعبير عن مأساتها وجرحها النازف وكوابيس المعاناة التي خلفها الاحتلال للعائلة بين اعتقال زوجها وابنها واغتيال نجليها وقلقها على حياة ابنها الجريح وزوجها الذي حرم من وداع ولديه وانقاض حياة ابنها شادي وأسرته من دوامة الاعتقال الإداري أيام ثقيلة وصعبة تمر على هذه الأمرأوم التي فقدت معظم أفراد أسرتها ما بين شهيد وجريح وأسير والتي أصبحت نموذجا لما يقوم به الاحتلال من عدوان على أبناء شعبنا من بلدة برقين جنوب غرب محافظة جنين أمني بلالو تلفزيون فلسطين ترجمة نانسي قنقر